السلام عليكم اليوم حبيتنا تكلمكم على مشكلة مهم جدا وخطير جدا رانا نعيشو فيها في الجزائر وراح يزيد يتأزم المشكلة هذا إذا لم تتأخذ الإجراءات الكافية وإجراءات العاجلة ولازم قبل ما يوصل للفاس للرأس لازم نأخذ إجراءات عاجلة و يعني كبيرة يعني مهمة جدا والمشكلة هو مشكلة الماء و يعني نبدأ من الأخر نجيكم من الأخر كما قولوا الماء موجود في الجزائر أولا ما موجود في الجزائر وتانيا الأموال موجودة وهذه هما العنصورين المهمين باش نلقى الحلول للجزائر للمشكلة تعلمها في الجزائر وتالية نقطة مهمة جدا أنه في الجزائر خلاص انتهت قضية نسنة في الأمطار تنزل هذا العام نزلت ما نزلتش نزلت ما نزلتش عندنا مخزون مياه لا ينضب ما يسمى بلاناب ألبيان اللي موجودة في وسط الصحراء على الحدود الجزائرية الليبية وهذا العنصور هي 6.5 دو بكري لأن الصحراء كانت جزء من البحر يعني فيها وصل إلى الصحراء إذن هذه الكمية الكبيرة الهائلة التي لا تنضب يجب استخراجها وتوزيعها على ولايات الجزائر وخاصة الولايات التي فيها الغاشي الولايات الشمالية والولايات الشمالية الغربية يعني في الشرق المشكلة تعالى يعني أقل حدة نديرو كما در القذافي في ليبيا لأنه في ليبيا القذافي الله يرحمه فكرة جئ مليحة أقول أن الليبيا رأي تتنعم هذا المشروع تعالى القذافي وراه يتستغل فلاناب هذك تعالى المياه وإحنا قاعدين تفرجون إذن بما أن الأموال موجودة والتقنيات موجودة التقنيات تعالى استخلاج المياه ونقل المياه وليسيستم نتعال البومباج باش نتغلب على التضاريس إلا كان التضاريس وعرا نستعمل الاستاسيان البومباج إذن كما عرفنا نجيبو البترون من الصحراء للشامل نجيبو الماء من الصحراء للشامل ونديرو مشاريع كبيرة نديرو مشاريع كبيرة ولازم لازم الماء الوسائل وشنهية عندك هذا هو الحل هذا هو هو استعمال المياه والاستغلال المياه الجوفية موجودة في الجزائر والوسيلة عندنا زوج وسائل عندنا زوج وسائل بما أن الأموال موجودة والمياه موجودة إذن تبقى الطريقة نتعال استغلال المياه هذه بنجع الطرق وبأسراع الطرق إذن الوسيلة هي وشنه عندنا حناية لازم نستغل قدرات نتعى الجيش الوطني الشعبي أول من ناحية اليد العميلة من ناحية الوسائل وكذلك لازم نستغل القدرات نتعى شركة سوناتراك وهذه في أقرب الآجال ما بقى نش نلعبه لأن المشكل لنتعى الماء رح يتأزم خاصة خاصة على الأقل بالنسبة لسنة هذه لربما السنة الجاية تنزل الأمطار وتخفف المشكل تخففه ماشي تحل لكن الحل يكمن في استغلال المياه الجوفية إذن لازم نتكل على الإمكانيات تحت الجيش الوطني الشعبي والإمكانيات تحت السوناتراك لأن في قطية التنقيب عن المياه واستخراجها ونقليها وكذا السوناتراك عندها الوسائل وعندها التقنيات وإذا استطلت تطلب الأمر نجيب خبرات أجنبية لكن لكن على الدولة على الدولة أن تفهم المشكلة هذا ما بقاش وقت لل لل البريكولاج ما بقاناش نبريكوليو هذا أولا من الجهة أخرى تضحى أن عندنا حوالي خمسين باراج وثلاثين باراج في قيد الإنشاء على العسم أظن هذه الباراجات هذه يعني حوالي ثمانيين باراج موجود في الجزائر هذو ثمانيين باراج موجودين في الجزائر أغلبوها أغلبوها راه أمفازي تعمر بالأطريبة راه معمر وراه يخدم بالنسبة متوسطة تحت 30% بعد الباراجات راه يتعمر بالتربة حتى 90% تربة إذن هذه المرحلة تعل الجافاف وفراغ المياه في بعض الباراجات لحقة المياه نسبة المياه إلى 10% لازم الدولة تحط إمكانيات بعد الدولة لكي تخرج الأطريبة هذه تخرج الأطريبة من الباراجات لأن الآن كي يكون الباراج ناشف تجي سهلة تجي طريقة الدولة يجي سهل يعني دراج ثم الدولة يجي سهل كي يكون الباراج فارغ ناشف إذن لازم الدولة تدير أبل الضفر لقع أصحاب الشاحنات الشركات التي لديها شاحنات كائن على بالي بلي كائن شركات بالمئات في الجزائر التي لديها 10 شاحنات والآلات التي تعرف على الأطريبة لازم كل هذه الإمكانيات تسخر لتفريغ تفريغ الباراج بها نكبر في الحجر الحجم الاستوعاب المياه وكذلك لازم الغلطة الكبيرة المسؤولين التي كانوا من قبل الباراج هذه تبني الباراج لكن لم يكن الأطريبة لازم الصيانة السودود والحواف السودود لازم تغرس الأشجار على الحواف السودود لكي الأطريبة لا يكون إنجراف متع التربة لازم هذا الحواف متع السودود ولازم في كل الولايات تكون شركات تستكلف بهذا الأمر هذا متع الصيانة السودود إذن هذه هي السودود تبقى الاستواء بالكيمية تاعة الأمطار لكن المخزون الاستراتيجي من تاعة الجزائر من ناحية المياه موجود تحت الأرض لازم نفهمها ولازم السلوطات تفهم باللي المخزون الاستراتيجي من تاعة الجزائر راه في المياه الجوفية نتعلن بألبيان هذه المخزون هذا اللي راه تحت الأرض على غمق حوالي من تلتمية إلى خمسمائة متر تحت الأرض وهذا لازم له إمكانيات كبيرة وعاجلة عاجلة الحل الثاني يكمن في تغيير الذهنيات لأن الذهنيات عند الشعبية عند الناس هي رايحة للتبذير فيها تبذير كبير للمياه لدى العائلة الجزائرية هذا أولا وهذا التبذير لازم التصرف على الإنسان توجاه الماء أو النظرة على الإنسان توجاه الماء لازم تتغير لأن الماء هو العنصر الحياة لا حياة بدون ماء الماء هو الحياة كما جاء في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي إذن العائلة الجزائرية لازم تتغير في التصرف انتحة باتجاه في استغلال الماء على أحسن وجه ثانيا التبذير الذي موجود لدى البلدية والسلوطات يعني هو نيفو ديوريزو كاين تبذير كبير في الماء من عند الشركات أو الهيئات التي تتكفل تسيير الماء في المدن خاصة في المدن إذن هذا هو الحل الثاني لازم نغير الذهنية ولازم الدولة تمد القيمة بهذه العنصر الهام يعني تعطيها أولوية في المعالجة والسلام عليكم إن شاء الله فيها أخير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر